مرحباً يا أصحاب أهلاً بكم في قناة الدكروشي أنا دكروشي أنا دكروشي في قناة الدكروشي والنهاردة هنعمل مع بعض السليبر ده بغرزة بسيطة بغرزة العمود مفوش أي حية بالشكل ده ها هنشتغله مع بعض أي حد مبتدئ لسه متعلم ممكن يشتغله مفوش أي حاجة صعبة هنعرف إزاي نعمل مع بعض حتة دي عشان ما تبقاش مبوزة وإزاي يبقى ضيق كده من فوق طبعاً البداية لو ملاحظين البداية بتاعتنا مش بدايرة لا فهنعرف كل التفاصيل الجهة في فيديو وهو قبل ما نبدأ ياريت لو لسه مشتركتش في القناة اشتركوا لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وفعلوا زر الجرس عشان يوسعلكم كل جديد يلا بينا نبدأ هنبدأ اول حاجة وده الخيط اللي انا هشتغل بيه طبعاً ان انت بعني يعارف الخيط ده ده خيط فاشن انا جبته قبل كده هشتغل بيه وهشتغل بابرة ثلاثة ونص اول حاجة هنشتغل هنشتغل المقدمة بتاعة سليبر هنبتدي مع بعض نعمل عودة البداية بالشكل ده بعد كده هنرتفع 12 سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر اتنوشر بالشكل ده اتنوشر سلسلة بعد كده هنلف الابرة هنخطع الابرة ونعد واحد اتنين ونخش في الثالثة السلسلة الثالثة ونعمل كرزة عمود بالشكل ده الاتنين سلسلة مش ارتفاع عمود بعد كده هنشتغل بقيت السطر عمود عشر عمود باول عمود عملناه لغاية هنوصل لاخر السطر اللي هما العشر عمود بالشكل ده عشر عمود من غير السلسلتين بعد كده بعد ما عملت العشر عمود وعملت اخر عمود معايا هرتفع اتنين سلسلة بالشكل ده وهلف الشغل معنا كده وهبدأ اخش في اخر سلسلة اللي انا اشتغلت فيها هخش فيها تاني وعمل عمود شد بقى الخيط ده كده هود بعد كده اخش بالسلسلة اللي وراها اعمل عمود يعني من كل عمود اشتغلناه من الناحية دي الناحية التانية نشتغل عمود من نفس الطريقة دي كده قدام كل عمود عمود بالشكل ده لغاية ما نوصل للعمود الاخير اللي هو العمود العشر هخلص وارجع لكم بالشكل ده عشر عمود بعد كده هرتفع باتنين سلسلة زي السلسلتين اللي عملناهم في نهوت وهاجي في اول عمود عملته وعمل هرزة منزلقة بالشكل ده معنا بعد كده هبتزي طبعا انا وانا بشتغل العمود اللي قدام العمود حطيت الشغل خطة البداية تحت الشغل بالطريقة دي بعد كده هرتفع اتنين سلسلة في نفس المكان اعمل عمود فوق كل عمود عمود بالشكل ده لغاية موصل للاتنين سلسلة فانا هكمل بقية السطر عاميد فوق كل عمود عمود لغاية موصل للاتنين سلسلة بالشكل ده وصلت لغاية اخر عمود قبل السلسلتين هاجي في السلسلتين هعمل عمود اتنين سلسلة عمود وده التزايد بتاعنا هاجي في اول عمود من العمود هعمل فوقي عمود فوق كل عمود عمود بعد كده هوت بالشكل ده لغاية موصل للاتنين سلسلة في الناحية التانية بالشكل ده رجعت معيكم تاني هخش جوه الاتنين سلسلة هعمل عمود سلسلتين عمود واجي في اول عمود عملته هاخش وعمل منزلكه بالشكل ده خلصت تاني سطر معانين اول سطر بدأنا بعشرين عمود والسطر اللي بعد يبقين اربعة لعزين عشان زودنا اربع عمودين من ناحية دي وعمودين من ناحية دي هنبدأ السطر الثالث هنرتفع واحد اتنين سلسلة نريف نفس المكان نعمل عمود نشتغل عمود لغاية ونوصل للاثنين سلسلة نعمل التزايد فيه بالشكل ده وصلت لغاية الاثنين سلسلة اشتغلت في العمود اللي كنا عاملينه في التزايد في السطر اللي قبلي هاخش جوة الاثنين سلسلة هعمل عمود اثنين سلسلة عمود بالشكل ده هاشتغل في العمود اللي وراه على طول اللي هو اول عمود اللي هو كان من ضمن العمود ده اللي عملناه في التزايد في السطر اللي قبليه هاشتغل لغاية ما خلص السطر ده فوق كل عمود عمود وهنا في الاثنين سلسلة هعمل التزايد بتاعنا وصلت المكان للتزايد هابتدي اعمل عمود في الاثنين سلسلة اثنين سلسلة عمود وهنا العمود اللي عملناه في التزايد في السطر اللي قبليه هنعمل فوقيه عمود وبعد كده هنخش في العمود نفسه اول عمود اشتغلناه ونعمل منزلقه بالسطر ده بالشكل ده اشتغلنا تلات عمود اول سطر اشتغلناه 20 تاني سطر اشتغلناه 24 سلسلة تالت سطر 28 انا هرتفع بسطور لغاية ما وصل للسطر الخامس يعني هشتغل سطرين كمان وارجع لكم بالشكل ده انا خلصت الخمس سطور واحد ادنين تلاتة اربعة خمسة السطر الخامس ده انا عملته 36 سلسلة بدأنا بعشرين خلصت التزايد ب36 هنبدأ نشتغل في السطر السادس من عير تزايد وهناعرف هنعمل ايه في الاتنين سلسلة ارتفعت اتنين سلسلة وهيجي في نفس المكان اعمل عمود واشتغل عمود لغاية موصل للاتنين سلسلة عشان اقول لكم هنعمل في ايه عشان نلغي التزايد بعد كده هوت بالشكل ده عمود فوق العمود بالشكل ده وصلت لغاية التزايد الاتنين سلسلة هاجي في الاتنين سلسلة اعمل عمود بس بعد كده هرجع للاول عمود مع انا بعدي اعمل عمود يعني احنا في الاتنين سلسلة هنعمل عمود واحد بعد كده نشتغل شغلنا عمود فوق العمود بالشكل ده لغاية ما نوصل للتزايد الناحية التانية نعمل برضو في الاتنين سلسلة عمود واحد بس بالشكل ده هنيجي نعمل هنا في الاتنين سلسلة عمود واحد نشتغل بعد كده عمود فوق كل عمود عمود بالشكل ده كده يبقى احنا عملنا ست ستور بالشكل ده آخر سطر معينا عملنا فيه كده تمانية وتلاتين عمود السطر اللي قبله كان ستة وتلاتين احنا هنا زودنا في مكان السلاسل عمود هنا وعمود هنا بقوا تمانية وتلاتين تمانية وتلاتين دول هنشتغل بهم كمان سبع سطور بنفس العدد تمانية وتلاتين احنا لكله لغاية ما نوصل هنا عود الهو ده هي اسهول كم سنتيه؟ تلات تاشر سنتي مشان نحسب من اول هنا هوت تلات تاشر سنتي بالشكل ده يبقى احنا هنشتغل سبع سطور اشتغلنا سطر وهنشتغل ست سطور كمان وارجع لكم ورجعت تاني معاكم وكده يبقى انا خلصت السبع سطور يبقى كده عملنا واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احد وشر اتنوشر اتنوشر سطر خمس سطور عملنا فيهم تزايد وسبع سطور من غير تزايد وقفنا هنا عند عدد العوامين ثمانية وتلاتين هنبدأ دلوقتي نقسمهم عشان نشتغل الجزء ده رايح جاي فاحنا هنا هنبقى عايزين ثمان عواميل فهنعدل الشغل بالطريقة دي ونعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وفي السادس في العمود السادس واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في العمود السادس هنحط العلامة بالشكل ده وهنعد بعد كده من العمود اللي احنا حطنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية بالشكل ده وكده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اهو يبقى احنا كده هنا هنعمل ثمن مش هنشتغل في الثمن عواميه دول والدوران كله كده هوا هيبقى تلاتين عمود فهنبدأ نشتغل هنرتفع سلسلة تأمين هنقص الشغل بالشكل ده وهبتدي هبتدي من بعض العلامة العمود اللي بعد العلامة اللي اخش فيها بالشكل ده اخش فيها واكون صعيبة خيط عشان اخشان اخش في الآخر هرتفع اتنين سلسلة اخش في نفس المكان اعمل نعمل بالشكل ده وافضل شغالة عواميد والخيط البداية معنا تحت الشغل عشان يبقى سهل علينا في التنظيف وافضل شغالة عواميد بالشكل ده بالشكل ده واخد كمان الخيط بتاع النهاية بتاع اللي احنا قصناه معنا تحت الشغل وهم الاتنين معنا بالشكل ده عشان لما نيجي النظف يبقى الموضوع سهل كده لغاية ونخلص ونوصل لغاية العلامة هنا هود بالشكل ده هبتدي ارتفع اتنين سلسلة والف الشغل واشتغل في اول عمود معنا عمود بالشكل ده لغاية موصل عمود اخر عمود هنا هود وارتفع بسطور ثمان سطور يعني ده اول واحد ده التاني هرتفع ستة كمان غيرهم وارجع لكم بنفس التزايد بنفس الطريقة دي ومفيش تزايد مفيش تناقص مفيش اي حاجة بنفس عدد العمود لهم تلاتين عمود بالشكل ده انا خلصت الثمان سطور بتوعي اللي هو لغاية هنعوض بالشكل ده هنبدأ نعمل تناقص عشان يبقى القفلة دي ما تبقاش ببوس كده تبقى شكلها سلس كده وكويس هنرتفع اثنين سلسلة ونقلب الشغل نشتغل اثنواشر عمود عمود اثنين ثلاثة اربعة ستة سبان ثمانية رسال 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 اثنواشر اذكر اثنانية انا حطفة ATOR رسال رسال بFX رسال عمود رسال بFX 100 ستة هنبتزي نعمل خلصنا اتنشر عمود هنبتزي نعمل غرزة حشو في ست غرز واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة بالشكل ده حتى اغطى معنا الكرف شوية وهكمل الاثناشر عمود التانيين عمود فوق كل عمود بالشكل ده فانا اخلص السطر وارجع لكم رجعت انا كده معاكم تاني وخلصت السطر وبدأت في السطر اللي بعديه اللي هو السطر العاشر وصلت لغاية اخر عمود معنا قبل الحشو هبتدي اخش في غرزة الحشو بالشكل ده ومعايا حلقتين واخش في الغرزة اللي بعدها يبقى معايا ثلاث حلقات واعمل فيهم تناقص اخش في الغرزة واطلع يبقى معايا حلقتين اخش في الثانية واصحب الخيط يبقى معايا ثلاثة واصحب الثلاثة مع بعض وهكذا لغاية ما اخلص الثلاثة الثلاثة اللي ستة ستة الحشو وهو بالشكل ده بالشكل ده هبتدي اشتغل تاني عواميد عادية بقية الاثناشر عمود كده لغاية ما خلص السطر بتاعنا هورجار تاني معايا كم وده الشكل اهو لما نيجي هن نعملو نخيط في بعض او نعملو بغرزة المون زالكة مش هيبقى فيه بوز انهوات احنا هنجيب الخيط ده الشكل كده ونقلبو بالشكل ده ونخش في اول عمود معانا بعد كده نسحب الخيط ونحط كل غرزة دامك تانية بالشكل ده ونخش تحت الحلقتين ونسحب ونعمل مون زالك بالشكل ده لغاية ما خلص اقفل الحتة دي ولو عايزين تعملوها بقبرة التنظيف ممكن تعملوها برضو اللي انتو عايزينو انا عملتها بالمون زالكة بالشكل ده لغاية ما وصلت الاخر غرزة معانا هاخد سلسلة تأمين وهاقص بالشكل ده هاخد كده هحطوه جوا حطوه الرواد واجعلكم ده الشكل اللي احنا وصلنا به لغاية دلوقتي وده الشكل النهائي اللي انا عملته بالشكل ده زودت عليه عملت غرزة البريسين ممكن تعملو اي غرزة انتو عايزينها بس انا حبني تقفله شوية بالشكل ده فهننكمل بنفس الطريقة اللي انا عملها في الاول عني هاجي هنا هاخش بالقبرة بالشكل ده واسحب الخيط هاخد اطلع سلسلة واخش في نفس المكان اعمل غرزة حشو هو هنا السلاسل مش منتظمة فاحنا هنطلع هنلاقي مكان نعمل فيه يعني انا عملت هنا هي في الفراغ اللي جنبي اعمل غرزة حشو الفراغ اللي بعده اعمل حشو بالشكل ده لغاية ما خلص سطر الحشو ده كله طبعا خيط البداية معانا تحت الشغل بالشكل ده الفراغ اللي نلاقيه نعمل فيه غرزة حشو وما نزودش الحشو عشان ما نعملش تزايد يبقى الشغل كويس معانا يعني ما نحطش في الفراغ الواحد اتنين اتنين غرزة حشو هي حشو واحدة عشان ما نعملش تزايد معانا ونلاقي الحتة دي كبرت معانا ما تبقاش ضيقة كده تبقى واسعة بالشكل ده وقلصت السطر بتاع الحشو هرتفع اتنين سلسلة وهي في نفس المكان اعمل غرزة عمود وعمل فوق كل غرزة حشو غرزة عمود عشان ابدأ اعمل غرزة البليسية بتاعتنا بالشكل ده فوق كل عمود فوق كل غرزة حشو طبعا دلوقتي بيت غرز منتظمة بالشكل ده فهخلص السطر وارجعلكم عشان السطر نرفوش اي جديد غرزة عمود عليها بالشكل ده اعملت سطر العمود اهو بدأ معانا هيبقى اصغر الفاتحات تحته تبقى اصغر من قبل ما نعمل الشغل ده هنرتفع اتنين سلسلة ونجي في العمود اول عمود هنعمل عمود امامي والعمود اللي وراه عمود خلفي طبعا اشتغلت معاكم في كذا حاجة غرزة البليسية وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف عمود امامي وعمود خلفي بالشكل ده انا اشتغلت ثلاث سطور عمود امامي وعمود خلفي غير السطر الاولاني بتاع العمود العادية فاربع سطور بليسي هخلصهم وارجعلكم ورجعت تاني معاكم وكذا انا خلصت اهو ده الشكل النهائي من غير ما يتحط في القدم ده الشكله اهو غرزة البليسية طبعا ضيق حتة دي معانا هتبع مسكة على الرجلة تبع شكلها اه احسن كتير من اللي هي تتساب واسعة كده اهو ده الشكل معانا النهائي كده يبقى انا خلصت لو عجبكم الفيديو يريد تعملوا لايك ولو لسه مشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس اشتركوا في القناة صليم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة